أعرب وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي عن قلقي مصر البالغ من تصعيد المتزايد في المنطقة والتساع رقعة الصراع في الإقليم مما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليمين والدوليين وخلال اتصال هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي أكد عبد العاطي على ضرورة العمل على خفض التوترات وضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة لتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية والتي قد تؤدي لتداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بأسرها كما أكد وزير الخارجية على استمرار تقديم مصر لكافة أشكال الدعم السياسي والإنساني لدعم لبنان لمواجهة المحنة الحالية وشدد أيضا على الأهمية البالغة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على كل من قطاع غزة والضفة الغربية والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع